اعتقلت السلطات الهندية ثلاثة رجال وتبحث عن أربعة آخرين متهمين بمهاجمة زوجين سائحين واغتصاب المرأة بشكل جماعي وعثرت الشرطة على الزوجين وهما مواطنان إسبانيان حوالي الساعة 11 مساء وقال مفتش الشرطة في دومكا بشرق الهند للصحفيين إن الشرطة عثرت على أشخاص على جانب الطريق يوم الجمعة وبدأ أنهما تعرضا للضرب ولم يقدم تفاصيل عن الجريمة أو هوية الضحايا مضيفا أن الشخصين أبلغا السلطات أنهما تعرضا للاعتداء في حادثة شارك فيها سبعة رجال وقال الزوجان في تصريحات تلفزيونية إن الرجلين اغتصبا فرناندا وضربا في سنتي بشكل متكرر وإنهما خيم بالقرب من الموقع الذي تعرضا فيه للهجوم لأنهما لم يتمكنا من العثور على فنادق قريبة وقالت فرناندا التي تحمل الجنسيتين البرازيلية والإسبانية في المقابلة اغتصبوني وتناوبوا على ذلك بينما كان البعض يراقبني وظلوا هكذا مدة ساعتين تقريبا وفي مطلع الأسبوع نشر الزوجان مقطعا مصورا يصف ما حدث على حسابهما المشترك على موقع انستجرام حيث نشرا صورا لرحلاتهما حول العالم بالدراجة النارية لما يقرب من 200 ألف متابع لكن المقطع المصور لم يعد متاحا وفي مقطع مصور جديد شاكر فيسنتي وفرناندا التي ظهرت مع كدمات على وجهها متابعيهما على الدعم وقالت وزارة الخارجية الإسبانية إنها سترسل موظفين إلى المنطقة وإنها على اتصال بالسلطات بينما قالت نظيرتها البرازيلية إنها طلبت الاتصال بالمواطنة البرازيلية من خلال سفارتها في نيودلهي وإنها متاحة لتقديم كل مساعدة ممكنة وقال مفتش الشرطة في دومكا إن أحد المعتقلين أعطى السلطات أسماء أشخاص آخرين متورطين